السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي الله كيف حالكم اتمنىكم تمام الصحة والعافية فيديو جديد ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تذهبوا حتى الاخير وتشوفوا الطريقة كيف نحضر هذا الجلاس رائع مكونات جديد وروعة مختلف نبدل قليلا النكهات بسم الله على بركة الله بالعالمين هذا الجلاس رائع والديد سوف نحتاج المكونات التالية سوف نرى مكونات مع طريقة تحضير في نفس الوقت كيف مالعادة وانتمنى اكيد تستفيدوا وتضيفوا لايك للفيديو قبل ان شاء الله بالعالمين بسم الله على بركة الله اول شي انا نبدأ بي هو عندي واحد علبة او كيس بودرة الجلاس هد البودرة بالطعم الفاني الوزن ديلا مئة وعشرين جرام بودرة الجلاس سوف نفرغ محتوى الضرف في واحد البول او قانية ديال العمل يعني اي شيء حبيتوا تشتغلوا فيه مباشرة نضيف لها واحد الكأس ديال العنبات ديال الماء يكون مسقع يعني بارد مزيان بارد جيدا يعني يكون قريب يتلج ثم نضيف مئةين ميلي لتر ديال الكريمة كريمة السائلة كريمة الخفق هنا إذا تدخلوا على الماء و تديروا كل شيء كريمة سوف تديروا 500 ميلي لتر الكريمة السائلة او لو تديروا غير الحليب يمكن لكم عوض الكريمة وعوض الماء او تديروا ماء وحليب يمكن لكم كذلك مباشرة بعد ما نفرغوا الكريمة اللي هي حتي باردة جيدا جيدا سوف ينترب بالكل حتى نحصل على قوام معاقد وفي نفس الوقت كريمة في الأول سوف ننتربوا بشوية كي قلت لكم بعد سوف نعليه بالدرجة هذا هو القوام اللي سوف نحصل عليه بعد ما ننتربوا جيدا المواد عندنا باردة فكتلع بسرعة كل ما كانت المواد سائلة باردة كل ما كانت المواد سائلة باردة فكتلع بكل سهولة سوف يكون قلت لكم بعد ما كانت تربجي سوف نحصل على هذا القوام هنا نضيف المكونا ذائع والديد العشاق لكي العشقون هو هذا اليوغورت او ضنون املو ارغان املو ارغان هذا العلبة فهو 110 بالنسبة لي سوف نضيف العلبة لولا والثانية باردة عادة يمكن لكم تكتافيه بعلبة واحدة بغيت انها تكون قوية سوف نضيف العلبة كيفما دبت ويبقى لكم الاختيار بالنسبة لي انا خففت بالماء لان سوف نستعمل كيفما دبت كيفما دبت واقف من ناحية القوام ويكون غني فهو تحضروا كل شيء كريمة او تحضروا الحليب البارد جيدا بعد ما كانوا اضيف اليوغورت او طعم ارغان متواجد في الاسواق الكبرة حاليا كنطفى بالكل بالنسبة الناس اللي ما عندهم او ما صابوه هاد اليوغورت وعندهم امله يكون نوع جيد امله يكون باللوز ماشي الاملو ديال الكوكو فغايج انك هاد يالو شوية يعني ماشي دابتة لعندهم املو الجيد يضيف واحد مع العاقد الاملو كافية تعود عن اليوغورت سافين بعد ما كانت طفى بهم كذلك كسبحنا القوام ديالنا عاقد وواقف سوف نضيف واحد الاضافة ناويه اختيارية كذلك بما انه في هنا تقامل و اقاملوا باللوز فهنا اخذت واحدة بعين جرام اللوز حمرته في الفرن و كسرته قليلا كسرته قليلا بالمدلك او دلاك من الاحسن لا يريد الترس ما يبقى شيبان سوف نخلط كل شيء بالمريز او بالسباتول سوف نختاره مول او قالب شوفوا الاختيار كيف يبقى لكم مشكل لحساب المن اي اضافة اضافة اخذت انا هذا دائري غلفته من الاسفل بفيلم اليمونتر غيرها يبقى محافظة على هذا دياله من تحت و كذلك نغطيه من الفوق لكي نعيدكم كونش لاتترعامة بأشياء اخرى تحاولوا دائما تحافظوا على القلاس ديالك بشيء من اليمونتر كذلك و ندخلوه يبرد بالنسبة لي انا ما كنكونش مستعجلة بالقلاس ديالي نخليه ليلة كاملة لكن انتم مستعجلين هنا فنضعوا 6-7 ساعات كافيين و جيدين جدا ندخلو الكنش الى الطريبة و ندخلو مع بعضنا في اليوم الموالي انا خليته ليلة كاملة في اليوم الموالي كنتشوفوا انتلج القالب او ايطار سوف نفتحه غيب شوية ما مسحته بشيء سراحة و افتحته غيب المهل بعد ما فتحناها سوف ندخلو الاختيار لحسب الامكانيات لانه لا يفتحه لكن يكون لديه علاقة بالداخل هنا صوبت النوغة النوغة صوبتها بالنوازات بالبندق والفستق و كذلك باللوز يعني ثلاثة الاشياء بندق نوازات فستق الحلبي واللوز كلهم حمصوا في الفرن قبل ان نضيفهم بالنسبة للنوغة نضيف كراميل عادي نضيف كراميل و كذلك نضيف الفواكه الجافة التي تحمصت من قبل الفرن و نزيل القشرة و نضيف كراميل و نضيف كراميل و نضيف كراميل و نقدم لكم بالصحة و بالعافية تمنى تكتشفوا هذه النكهة جديدة جربوا في كمية قليلة حيث الناس الذين يحبوا هذه النكهة والناس الذين لا يحبونها و نحب هذه النكهة لكن كل واحد يبقى الحاجة المفضلة يعني الناس أذوق لكنه على كل حال و أعجبني الطعم يبقى لكم الاختيار و نضيف كراميل و نضيف كراميل ثم نضيف مباشرة تقطيع الجلاس سوف نضيف داخل القوام و نضيفه و نشاهد طعم و نتمنى اشتركوا لايك الفيديو شاركوا مع أحبابكم و أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي و كذلك تركونا تعليقاتكم الرائعة و تساؤلاتكم أي شيء تحبوا تشاهدوا على هذه القناة تركوا ليه الفيديوهات اللي تحبوا تشوفوها و نوجد لكم الوصفات بكل فرح و أكيد من القلب مع شرح مبسط و متميز و مع أسائل اللي هي مجربة بكل تأكيد أكيد سوف كان هذا هو الجلاس دينا هنا نزول التدوق نشكركم على حسن التتبع السرحة كيجي الديد على حسب كي قلت النكهة اللي فيه هي تقديسيونيال واحد النكهة اللي هي تقليدية من أصلتنا طبيعي أننا نجربو هاد النكهات فوست لغلاس دينا تنومني فيديوهات قادمة رائعة كذلك و دائما الجيد و المفيد شكرا شكرا